بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض هذه الآيات الكريمات والتي تبين على خطر الدعاء والإلحاح في الدعاء وتكرار الدعاء وورد عن سيدنا بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دع الله دع الله ثلاثة وإذا سأل الله سأل الله ثلاثا ثلاثة فكان صلى الله عليه وآله وسلم يلح على رب العزة جل في علاه في أن يستجيب دعاءه وهو مجاب الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك كان يلح في الدعاء ويكرر الدعاء حتى نتعلم منه صلى الله عليه وآله وسلم وفي غزوة بدر حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدد المشركين وقد زاد على الألف وليس معه من الصحابة إلا نحو سلاسمائة أو سلاسمائة وعشرة رجل فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه إلى السماء وظل يلح في الدعاء ويجتهد إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم أنجز لي ما وعتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد ذلك في الأرض اللهم نصرك الذي وعت اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا اللهم إن فلان وفلان قد حادوك وشاقوا رسولك وظل صلى الله عليه وآله وسلم يلح على الله في الدعاء ويجتهد إلى الله في الدعاء حتى سقط برده من على كتفيه الشريفين فجاء سيدنا الصديق رضي الله عنه فالتزم رسول الله ورفع برده إلى كتفه وقال له يا رسول الله أربع على نفسك هون على نفسك فإن الله منجز لك ما وعدك وهذا موقف يستدعي ويسترعي الانتباه لماذا كان يلح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ربه في الدعاء هكذا وكيف أن الصديق رضي الله عنه أدرك أن الله مجيب دعوة النبي وأن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم لا زال يلح ولا زال يكتهد حتى نتعلم منه صلى الله عليه وآله وسلم الإلحاح على الله والاجتهاد في الدعاء لله سبحانه وتعالى رسول الله أعلم بأن الله سيستجيب دعاءه ولكنه يعلمنا منهج الإلحاح على الله سبحانه وتعالى حتى يستجيب دعاءنا وحتى يحقق رجاءنا وورد في الأسر عن سيدنا مالك ابن أنس رضي الله عنه فقيه المدينة قال كان عامر ابن عبد الله بن الزبير يخرج من المسجد بعد صلاة العشاء فما أن يقذف في قلبه الدعاء فيرفع يديه ويظل يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يؤذن للفجر قال فيسمع أزان الفجر فيعود إلى المسجد فيصلي الفجر بوضوء العشاء ثم ينصرف إلى بيته ما هذه المجاهدة في الدعاء وما هذا الإلحاح في الدعاء إنه منهج إنه يريد أن يعلمنا أن ننتهج هذا النهج في أن نلح على الله الدعاء سر من أسرار الله سبحانه وتعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى أمة سيدنا محمد كما أعطاه الأمم السابقة لكن الله سبحانه وتعالى فتح لنا هذا الباب حتى نقبل عليه وحتى نكتهد في الدعاء إليه وحتى نتيقن من استجابته لنا وقد ورد عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه كان يقول كانوا يجتهدون في الدعاء ولا تسمع إلا همسا ليس من الفقه وليس من الحكمة أن تسمع عويل الداعين ولا أن تسمع صوتا مرتفع بالدعاء لكن الدعاء يكون في تؤده كما قال رسول الله أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ويقول سيدنا بن عطاء رضي الله عنه لا يكن تأخر أمد الدعاء موجبا ليأسك فإنه قد ضمن الإجابة لك فيما يريده لك لا فيما تريده لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجتهدين في الدعاء الموفقين إليه الذين يدعون الله سبحانه وتعالى ليل نهار وعلى كل حال ونسأله سبحانه أن يجيب دعاءنا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته